كيف ستدار هذه العملية من الناحية الدينية؟ إنها تكون شريعة كمبلاينت كما يقولون أو متوافقة مع الشريعة الإسلامية القانون كان صريح في الموضوع ده وهو شكل لجنة اسمها لجنة الرقابة لجنة الرقابة دي لما نجي ننظر لتشكيلها أنه هي مكونة من سبع أفراد الرئيس زو خلفية اقتصادية وفيه ستة أعضاء منهم ثلاثة أو اتنين برشحهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وعدو ثالث أجنبي يكون خبير في عملية التمويل الإسلامي برضو يرشحه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وعدو قانوني واثنين في التمويل وبالتالي اللجنة دي يغلب عليها الطابع الإسلامي متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية يعني هذه اللجنة تقول إذا كانت هذه الأسليب مثلا في التمويل متوافقة مع الشريعة أم لا هي الضامنة لأن كل العملية تتم وفقا للشريعة الإسلامية بتكليف القانون القانون نفسه في تعريف لجنة الرقابة أوضح اختصاصها أنها تعمل على إجازة عملية الإصدار من البداية وإجازة المشروع المملوك للدولة اللي هو الأصل اللي هيطرح للتسكيك يعني لما نقول مربحة لما نقول مضربة لازم يكون تقييم اللجنة اللي بتدرس متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ده القانون اللي يقول كده القانون طيب خليني أفهم من حضرتك السكوك التي ستصدرها الدولة المصرية العملة التي ستتدول بها ماذا ستكون لأنه أكيد بنرغب أيضا في اكتذاب الأسواق الخارجية لهذه السكوك القانون وضح أنه يجوز أنه يكون الإصدار بالجنيه المصري أو بالعملة أجنبية والطرح كمان ينفع يكون محلي وينفع يكون دولي يعني إحنا ممكن السكوك دي نطلعها بالجنيه المصري وتطرح في السوق المصري فقط وينفع نعملها بالنقد الأجنبي ونطرحها خارج السوق المصرية في خارج الدولة المصرية ينفع أو يجوز مدة السكوك طويلة جدا زي ما حضرتك ذكرت ممكن تصل لثلاثين عاما لكن إذا قرر المستثمر خلال هذه الفترة أنه يريد أن يسترد قيمة السك هل يمكنه ذلك؟ وإذا حدثت وفا هل يمكن أن يورث السك؟ السكوك هنا القانون قال أنها قابلة للتداول فهي بتتداول زيها زي السهم وبطرح وكمان لو هو عايز يستردها نشرة الإصدار هتوضح لو أنت عايز تسترد بقى تسترد ازاي؟ وإيه هي القيمة اللي تسترد فيها؟ مثلا هنقول على سبيل المثال هيبقى مينس 10% 5% زي ما يكون أو بزيادة قد يكون بزيادة لكن نشط الإصدار بتوضح أن هذه السكوك قابلة للتداول وهذه السكوك قابلة للإسترداد وكله ده بيكون شيء واضح فما فيش مشكلة فيها وفي حالة الوفاة طبعا هيعتبر مال منقول زي وزي السهم فيش مشكلة فيه خالص طيب السؤال الآخر هل يمكن لجهة ما أن تمتلك أكثر من سك في عدة مشروعات؟ آه يجوز ولكن لا يجوز لأحد إصدار سكوك إلا وزارة المالية في شركة التسكين والأمر الثاني حضرتك بتتوقع حصيلة بأي قيمة بعد أن ينطلق هذا الأمر؟ لا كبيرة هتبقى كبيرة لأن الدول اللي سبقتنا في عملية السكوك السيادية استحوزت على نصيب الأسد فيها وعملت مشروعات واستصمارات وفي حركة في سوق الأممال كبيرة جدا كبيرة جدا لأن الشريحة اللي بتخاطب بيها القانون شريحة صغيرة وكبيرة في نفس الوقت وبالتالي حجم الاستصمار بتاعها هيبقى مرضود وفي السوق المصري هيسمع وهيسمع جامد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود محيدين أستاذ القانون التجاري على وجودك شكرا